إدارة تلفزيون لينا ترد على وزارتي الاتصال وسلطتي الضبطي السمعي البصري بعد قرار غلق قناتها السلام عليكم وأهلا بكم بعد قرار وزارتي الاتصال بالغلق الفوري لتلفزيون لينا المتواجد مقره بأشراج بالجزائر العاصمة أصدرت إدارة القناة أول رد رسمي منها جاء فيه على حسابها الرسمي على الفيسبوك ينهي تلفزيون لينا إلى الرأي العام الوطني وإلى كافة المشاهدين أن القناة قد تم تعليق بثها ابتداء من نهار اليوم السابع عشر من شهر أوت 2021 وهذا بعد بيان وزارة الاتصال وسلطة ضبطي السمعي البصري يوم السادس عشر أوت 2021 وأضاف بيان القناة تلفزيون لينا يمتتل للقرار مع تقديم تضل من وطعن على مستوى سلطة ضبط السمعي البصري لإعادة النظر في هذا القرار وجاء قرار غلق تلفزيون لينا مفاجئا بأمر من وزارة الاتصال لكنه كان تحصل حاصل بالنظر إلى الخط الذي تنتهجه القناة منذ انطلاقها في جنفي حيث راحت تثير قضايا ونقاشات وصفتها سلطة الضبط السمعي البصري بأنها تحريضية سواء ما تعلق بالتطبيع وكذا إطارة الحقد والتحريض عبر بلاتوهاتها رغم تحذيرات سابقة لنفس سلطة الضبط وعلنت وزارة الاتصال الاثنين عن الغلق النهائي والوفوري لقناة التلفزيون الخاصة لنا تيفي بسبب نشاطها خارج الأطور القانونية المعتمدة حيث جاء في بيان نشرته وزارة الاتصال على صفحتها رسمية على فيسبوك أنه استجابة لطلب سلطة السمعي البصري فإن وزارة الاتصال تؤكد أن القناة لنا تيفي لم ولن تستفد إلى يومنا هذا من الترخيص المسبق لمزولة نشاطها السمعي البصري في الجزائر وعليه شددت مصالح عمار بالحمر على أن نشاط القناة المذكورة خارج الأطور القانونية المعتمدة وهو ما يقتضي الغلق الفوري والنهائي لهذه القناة وكانت نفس القناة قد تحصلت على بطاقة صفراء في جانفي حيث أنهت وقتها سلطة الضبط السمعي البصري إلى أنها بتاريخ السادس والعشرين من شهر جانفي ورغم تأكيد على وجوب احترام هذه القناة للمبادئ المهنية المعمول بها إلا أن السلطة سجلت مرة أخرى سقطات مهنية خطيرة تقترفها القناة قد تؤدي إلى تأجيج الوضع في مثل هذه الظروف الحساسة ترجمة نانسي قنقر